اهلا بكم اعزائي المشاهدين من سلسلة حلقات الفكر اللهوتي عند الاباء الرسوليين واللي بيتناولها نيافة الحبر الجليل الانبان بارتيروس اسكوف شرق السكر حديد والحقيقة المرة اللي فاتت كانت محاضرة جانية وقوية جدا عن الاباء الرسوليين والكتابات بتاعتهم وازاي شكلت الوعي الايماني والعقيدي واللهوتي عند الكنيسة منذ بدايتها وازاي استمرت لجاية النهاردة الكنيسة بتعيش نفس الفكر دوت بنعمة ربنا هناخد المحاضرة التانية من السلسلة دية النهاردة وبرضو هيكون معنا نيافة الحبر الجليل الانبان بارتيروس عن الفكر اللهوتي والعقيدي عند القديس كلماندس الروماني يشرفنا وباركنا برضو مجموعة من شباب شرق السكر حديد خدام وخدمات شباب متفاعل وحلو خالص امتعونا الفترة اللي فاتت وفي المحاضرة اللي فاتت والنهاردة هيكملوا معنا ان شاء الله شكرا سيدنا وربنا يديك كلمة عند فتاة أحفامك نقدم شكرنا الجزيل لحضرة أبونا الموكر أبونا أبو لسعى حليم على تقديم لهذه الحلقات الرائعة التي تخص التوعية الإيمانية في برنامجنا الإيمان ونحن جميعا نهدي محبة وتقدير لحضرة صاحب القدس سيدنا البابا تاودروس الثاني وأيضا شكر غزير لحضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبى بن يمين راعي هذه الحلقات للتوعية الإيمانية وأيضا شكر غزير لسيدنا صاحب النيافة سيدنا الأنبى أرمية على تعب محبته وإفساحه ووقت كبير في هذه القناة للتوعية الإيمانية ودعما لبرنامجنا الإيمان النهاردة بنعمة ربنا نحن نتكلم عن الفكر اللهوتي والعقيدة عند القديس كلماندوس الروماني من المهم جدا أن ننصب على دراسة فكر القديس كلماندوس الروماني لأنه بيدينا فكرة على أن زي الفكر اللهوتي والعقيدة امتد من فم ربنا يسوع المسيح عبرا بأباءنا الرسل عبرا بهؤلاء الأباء اللي بنطلق عليهم الأباء الرسوليين منهم القديس كلماندوس الروماني فكلمة الله هي أمسا واليوم وإلى الأبد أيضا طيب إحنا إزاي نستكشف اللهوتي والفكر العقيدة المسلم في كتابات القديس كلماندوس الروماني أول حاجة أنه تكلم على أن الكتاب المقدس هو الموحى به وأيضا تكلم عن كيف كان الكتاب موحى به فبيقول إيه؟ بيقول إنكبوا على دراسة الكتب المقدسة التي هي بحق منطقات الروح القدس ويقول في موقع آخر وبالروح القدس تكلم خدام نعمة الله عن التوبة فإذن كلمة الله موحى بها من الروح القدس زي ما الآية طبعا بتقول أن كل الكتاب موحى به من الله كتبه أباءنا القديسون مسوقين من الروح القدس على فكرة برضو كلماندوس الروماني اعتمد في كتاباته على كتير من الآيات سواء من العهد الأديم أو الجديد ده يعني تأكيدا منه على أن الكتاب المقدس هو دستور الإيمان ودستور الحياة الروحية دستور الحياة الكنسية دستور العقيدة دستور المعرفة اللهوتية حتى أن واحد من الباحثين الكبار اسمه فانك وضع قائمة يعني فيها حصر لي عدد الآيات اللي استعان بها كلماندوس الروماني في كتاباته هو كتب طبعا رسالتين رسالة الأولى ثم الرسالة الثانية تعتبر عزة كانت مسموعة ولكنها كتبت فالعلامة أو الباحث فانك بيقول أن في مية سبعة وخمسين عبارة عن العهد الأديم أو آية يعني وفي مية تمانية وخمسين آية من العهد الجديد استعان بيهم القديس كلماندوس الروماني في كتاباته طبعا ده واضح أنه كان مبتعد تماما عن الكتب الإيبوكروفية أو الأنجير الإيبوكروفية اللي يتعتبر حكايات يعني ممسوحة بالمسحة الغنوسية من حيث الأساطير والخزعبلات وأيضا الخيالات غير الواقعية وغير مرتبطة أبدا بالكتاب فهو كان مبتعد عن الكتب الغير قانونية أو اللي بنسميها الكتب الإيبوكروفية اللي هي تعتبر الكتب الخادعة أو الكاذبة في ذات الوقت لكن كان كل يعني استعنته كانت بآيات صريحة من الكتاب المقدس اتكلم كمان عن السالوس القدوس فبيقول إيه؟ القاب هو الرب يسوع المسيح هو الروح القدس ده طبعا بلا شك السالوس القاب ابن روح قدس كمان يقول إيه؟ إذن فالنطع اسمه القدوس والممجد الحكمة بينسب الحكمة لربنا يسوع المسيح كإقنوم الابن فمعلمنا بوليس الرسول يقول أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله فإقنوم الحكمة بينسب إلى الابن يقول كمان واثقين في أقدس وأسمى اسم اللي هو اسم ربنا يسوع المسيح ليس اسما مثله في العالم من حيث مضمونه ووظفته يعني إذا كان حتى على مستوى الاسم كله إذا كان هو الابن فهو ابن الله المولود منذ قبل الظهور إذا كان المسيح هو الممسوح لخلاص العالم إذا كان يسوع بمعنى المخلص إيسوس فهو المخلص الوحيد وليس إله مخلص غيره زي ما الآية بتقول فهو أسمى اسم إزحي هو الله هو بينسب الحياة لله فالله هو الحياة طبعا هو برضو الكلمة في البدء كان الكلمة الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة فهو عارف كويس بيتكلم عن الله إزاي وعن الأقانيم الثلاثة إزاي يقول كمان وإز الرب يسوع المسيح حي لأنه هو أخنوم الكلمة فيه كانت الحياة والروح القدس أيضا حي يبقى الآب والابن الروح القدس فيهم الحياة أو الحياة ملتصقة فيهم من حيث أن الثلاثة أقانيم برضو في جوهر واحد ومن ضمن اتصاف هذا الجوهر هو الحياة كمان يقول يسوع المسيح الذي له المجد المجد الآب إلى أبد الآبدين آمين برضو بيربط ما بين الإبن والآب وبيختم الكلام بتاعه بكلمة آمين لربما أن تكون العبارة دي جزء من صلاة الإترجية دائما ما هي تختم بكلمة آمين عادة في كل الصلاوات الإترجية على مستوى كنائس المناطق اللي نشأت فيه العصور الأولى بيتكلم عن أقنوم الآب وصفه بعدة مصطلحات مهم نعرفها بيقول عنه أنه هو أصل كل خليقة يعني هو البادئ هو يعني منشئ هذه الخليقة هو أصلها كمان صانع كل العالم يعني الخالق طبعا إحنا مهم قوي أن إحنا نعرف أن كلمة خلق وجبل وصنع دي بتنسب إلى خلقة الله يعني يعني ربنا خلقة أو جبلة أو صنع خلقة بمعنى كلمة بارة يعني أنشأ في يعني خلقة شيء في جمال وإبداع طيب جبلة بمعنى بنا زي واحد ما بيبني بيت كده فربنا بنى الإنسان جبل الإنسان على غير فساد طيب صنع يعني صنع الإنسان ده بس من العدم مش صنعه من شيء يعني كان موجود وركبه بقى إنسان لا الصناعة اللي بالمفهوم دوت عند الإنسان الواحد ممكن يصنع دراجة يصنع عربية يجيب الحاجات اللي موجودة وركبها ويخليها جنب بعض وبعدين يديها الباور وهكذا لكن كلمة صنعه برضو من العدم لأن الله خلق من العدم فبيقول كمان عن مصطلح أو إقنوم الآب بيقول إنه هو الوحيد القدوس يميت ويحيي يقول كمان عنه اخترت الذين أحبوه بيسوع المسيح فتاك الحبيب يعني هو ربنا اخترنا بيسوع المسيح فتاة الحبيب كلمة فتاة بمعنى إيه بمعنى عبد زي ما جيه في السفر أشعية صاح عشرين بيقول إن العبد كان بيتألم فهكذا السيد المسيح صار عبد وأخذ صورة إنسان أو صار مثل الناس وتألم من أجلنا فعلى سبيل كده يعني ففتاك بمعنى عبدك أو ممكن بمعنى ابنك بمعنى ابنك حتى في الكلمة اليونانية فتاكة بمعنى بيادوسو بيادوسو يعني فتاكة بمعنى العبد أو الخاضة كمان بيوصف الآيب إنه الكائن منذ البدء الكائن منذ البدء وإنت عارفين الآية في سفر الرؤية تقول إن المسيح أو المسيح بيوصف نفسه إنه الكائن والذي يكون والذي يكون كمان بيوصف الآيب إنه خالق كل شيء من العدم ودي العبارة دي اللي اعتمد عليها البابا أساناسيوس بعد كده واتكلم بكل ثقة أن الخلقة كانت من العدم اتكلم كمان قديس كلماندوس الروماني عن اللوغوس اللوغوس اللوه الإبن أشار إلى أنه سولجان عزمة الله ربنا يسوع المسيح أو زراع الرب أو بهاء مجدو بهاء مجدو بقى معتمد على رسالة معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين صح 1 آية 7 وكمان نعتى اللوغوس بعبارة كان هو ودي الكلمة دي مهمة جدا كلمة كان هو فهو بترجع لي بمعنى يعني أنه هو كلمة هو بمعنى يعني جاية من كلمة يهوى العبرية بمعنى الكائن بمعنى الكائن أو الحاضر أو الزات الإلهية اللي هي أو الإيجو بتاعة الزات الإلهية فكان هو يعني كان الله نفسه كمان نتكلم عن عمل الروح القدس فيقول إيه هكذا وهب لكم سلام عميق وغنى مع رغبة لا تنطفئ لعمل الصلاح وانسكاب وفير للروح القدس على كل واحد منكم أيضا فهو بتكلم برضو هنا على عمل اقنوم الروح القدس في الإنسان بينسكب على المعمد بينسكب على المكرس بالميرون يجعله هيكل لله وروح الله ساكن فيه بينسكب على الإنسان العادي في وقت رسامته أو شرطنيته يكون كاهنة فيصيره كاهن الله فالروح القدس بينسكب على الإنسان ليعطيه المضمون من ذلك يعني مثلا العريس والعروسة مثلا ينسكب عليهم الروح القدس فيصيره جسد واحد بعد ما كانوا اتنين خالتوا لكم وهكذا ينسكب في سر مسحة المرضى ليشفى الإنسان من المرض سواء الروحي أو الجسدي فهنا بيتكلم عن برضو عمل أقنوم الروح القدس ولذلك هو برضو معلمنا كلماندوس الروماني كان متأثر جدا بكتابات أباءنا الرسل فمعلمنا في سفر الأعمال عشر خمسة واربعين يقول فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا لأن عمل أقنوم الروح القدس على الجميع يعني بدان بيستحقوا ذلك في المعمودية أو غيره اتكلم عن الإيمان بالقيامة القيامة القيامة العامة يعني حياة الظهر الآتي يقول إيه لا يقول أحدكم أن هذا الجسد لا يدان ولا يقوم لأن ده كلام المبتدعين سواء من جماعات غنوسية أو سواء من جماعات الصدقيين اليهود الذين كانوا لا إيمانون بالقيامة كانوا بيقولوا كده أن ما فيش قيامة بعد كده وبالتالي ما فيش دينونة مثلما دعيتم في الجسد هكذا تأتون أيضا في الجسد بس جسد بقى نوراني أو جسد ممجد مش جسد مادي زي الأول لنتدبر أيها الأعزاء كيف يشير السيد إلينا إلى القيامة العتدة والتي جعل الرب يسوع المسيح باكورتها يعني المسيح باكورة الراقدين لأنه أول واحد قام بالجسد بس الممجد حين أقامه من الأموات يعني حين أن اللهوت أقام النسود فلنلاحظ أيها الأخوة القيامة التي تحدث بانتظام فالنهار والليل يظهران لنا القيامة يظهران لنا القيامة يعني بالليل بيبقى فيه سكون تام لكن القيامة تحدث مع شروق الشمس لكل العالم والطبيعة وهكذا ينام الليل ويقوم النهار يرحل النهار ويعود الليل لنأخذ المحاصيل مثلا كيف وبأي طريقة يحدث البزر أو البزر يعني لما بنلقي البزور يعني يذهب البازر اللي هو المزارع يعني فيلقي على الأرض بالبزار وما أن تسقط تلك البزار على الأرض جاف وعارية حتى تتحلل يعني تموت يعني ولكن ومن تحللها تقيمها سلطان عناية السيد ومن بزرة واحدة ينمو الكثير ويحمل سمرا يعني زي كده البزرة بتتحلل وتتحلل في الأرض وتموت يعني وبعدين ربنا يسوع المسيح بيعطيها الحياة مرة أخرى زي ما السيد المسيح قال بيقول إن لم تموت الحنطة فلا يكون هناك سمر يعني تموت يعني كمثال الإنسان يموت لكن لابد أن يقوم بيجيب لهم الأمثلة ديت علشان يقنعهم أن هناك قيامة قد أبالكم يا أحبائي هو هنا القديس كلماندوس الروماني في أواخر القرن الأول الميلادي وتلميذ معلمنا بوليس الرسول بينعت الله بالسيد أو السيد المسيح يعني بالسيد هو كلمة سيد عندنا مش بمعنى السيادة والسلطان واقتناء الماديات والحاجات دي لا السيد عندنا في الأصل اليوناني بمعنى الرب الله يعني الرب وفيه آيات كتيرة جات بخصوص أن الله هو السيد والسيد المسيح برضو هو السيد جات كتيرة في الأمر ده وحتى في المجمع القاموس الجامع اللي هو العربي بيفرق ما بين مصطلح سيد عند المسيحيين وفي الكتاب المقدس وما بين مصطلح سيد عند العامة أو الناس فبيقول أن السيد عند المسيحيين بمعنى الرب اللي هو كيريا باللغة اليونانية كيريا ويوم الأحد يوم الرب اللي هو مشهور باسم كيريا الرب كيريوس فإذن هنا لا شيء يستدعي اللبس في هذا الأمر عندما نقول أن السيد المسيح لها كل المجد يعني الرب يسوع المسيح لها كل المجد لأننا في مضمون المسيحي والكتابي أو الإنجيلي لا ندعو إلى السيادة على الأرض أبدا ولا أي حاجة من دي طيب بالنسبة بقى للمعلمنا هنا مكلماندس الروماني بيأكد على موضوع القيامة العامة مستندا برضو على ما جاء في سفر الأعمال لما معلمنا بولوس الرسول كان بيكلم في مجمع أو معبد أريوس باغوس بيقولوا لما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزؤون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا يعني بيستهزؤوا بكلام معلمنا بولوس الرسول اللي هو بيكلم عن نناقي قيامة وحياة أخرى طبعا تعرفين السيد المسيح قاوم فكر إنكار القيامة عند الصدقيين لما هم قالوا له حكاية أن في زوجة جوزت سبعة كل مات طب في السمع حيكون تكون زوجة لمن بالزبط فالسيد المسيح رد عليه قال لهم في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون لكنهم يصيرون كملائكة قال لا الحكاية مش كده مش منظور زواجي وكده لا في السماء لا مش زي كده يعني لأنهم كانوا بيقوموا فكر القيامة هكذا الفكر ده امتد حتى عهد أباءنا الرسوليين اتكلم كمان معلمنا إكلماندس الروماني عن تجسد الله وفداءه للبشر فيقول إيه حمل خطايانا تألم من أجلنا ويقول كمان من أجل تعديات شعبي زاق الموت دي أمور هامة جدا في دراسة قضية الفداء ودرست إيه كمان أن المسيح تألم وصلب ومات على عود الصليب وقام على وجه الحقيقة يعني مش إنسان خيالي لكن إنسان حقيقي تألم ومات من أجلنا كمان بيتكلم عن الإبوة والتبني بيقول إيه لنعطيه حمدا أبديا لا من الفم فقط بل أيضا من القلب حتى يقبلنا أبناء وبناتا محبين أبانا الوديع الرحوم الذي جعلنا قسمته المختارة نحن نصيب القدوس يعني إحنا أولاد ربنا بس تبع بالتبني لأن ابن الله الوحيد لاهوتيا اللو هو اللوغس الإبن إنما إحنا أولاده أو أبناءه بس بالتبني بيكلم عن عقيدة إيمان مع أعمال فيقول إيه لكن بالإيمان الذي به قد تبررنا قد بررنا الله الكلية القدرة هل نتمتع في تكاسل عن عمل الخير يعني هو مش عشان إحنا أمننا نكسل وخلاص وما يبقاش لنا أعمال في الخير والصلاح والصوم والصلاة والنسك والميطانيات والجهادات فيقول هل نتمتع في تكاسل عن عمل الخير بل نسرع باجتهاد إلى كل عمل صالح فلنعترف به بأعمالنا يعني عاوز تقول أنت مسيحي فين أعمالك يعني أنت مسيحي يعني مؤمن بالمسيح ماشي بس فين أعمالك اللي حتزكيك لتستحق تلك التسكية أنك مسيحي على سبيل المثال يعني اتكلم عن مجيء الرب وتكلم عن الفكر الإسخاتولوجي يعني مجيء ربنا يسوع المسيح في اليوم الأخير يقول لأنه يسبق فيحذرنا أنظره فإن الرب آتن ومجازاته قدام وجهه ليعطي كل واحد حسب أعماله وعد المسيح وعد المسيح عظيم وعجيب هو وعد بالراحة في الملكوت الآتي والحياة الأبدية فلننظر ساعة بساعة ملكوت الله بالمحبة والبر لأننا لا نعرف يوم ظهور الله يعني فيه أبدية فيه حياة أبدية فيه دينونة فيه مكافأة للأبرار اتكلم كمان عن سر المعمودية فيقول احفظوا جسدكم طاهرا والختم بلا دنس لتنالوا الحياة ايه هو الختم اللي هو ختم المعمودية معنا خدنا الختم ده ازاي بالمعمودية يتكلم كمان عن سر التوبة والاعتراف فبيقول ايه فلنتوب بكل قلوبنا من الأعمال الشريرة التي عملناها في الجسد لنخلص بالرب ما دام لنا وقت للتوبة لأننا بعد أن نرحل عن العالم لا نقدر بعد أن نعترف أو نتوب خدوا بالكم هو استخدم المصطلحين الاعتراف والتوبة يعني ايه اعتراف؟ يعني أنا حقر وأقول وأتكلم وفي نفس الوقت أتوب عن هذا الفعل يعني وجهي التوبة الكاملة بالاعتراف سواء العلني أو السري اه او التوبة والتوبة كمان في ذات الوقت بيكلم عن سر التناول إنه هو شركة وتقص أيضا فبيقول ليصنع كل واحد منكم يا إخوة في إفخارستية لله حسب ترتيبه يعني إيه؟ يعني إحنا نصلي أداس للإفخارستية ونبقى منظمين ترتيبه يعني تاكسيون ترتيبات الصلاة ترتيبات التناول حتى فبيتكلم هنا عن سر التناول وتقص أيضا يمارس اتكلم عن عقيدة وراسة الخطية الأصلية بيقول إيه؟ ماذا لنا حين أتينا إلى العالم؟ من أي مقبرة وظلمة أخرجنا من خلقنا إلى الدنيا؟ ذاك الذي أعد لنا منافعه قبل أن نولد يعني وعد بالخلاص ماذا يقدر المائت أن يفعل؟ يعني إحنا ميتين وراسنا الموت يعني ليتطهر المائت في حضور الرب يتطهر بالخلاص وقبول الفداء ودم المسيح أو لا يلام إنسان بسبب أعماله لأن فسدنا طبيعتنا فسدت لم تكن حياتنا في الحقيقة إلا موتا هكذا وبينما كنا مدسرين بالظلمة وقد امتلأت رؤيتنا بهذا الضباب الكسيف أسعأس أسعدنا استعدنا بصرنا وبصيرتنا لأنه رحمنا وبرأفته ومحبته خلصنا استعدنا البصر والبصيرة البصيرة اللي هي الحكمة البصر اللي هي الرؤية رؤية النور ده من بعد إيه ما كنا موتى ومدسرين بالظلمة وحياتنا مائتة هذه وراسة الخطية طبعا الأصلية طبعا اتشالت بقابلنا لفداء المسيح بيكلم على إن الإنسان هو صورة الله فيقول إن الإنسان هو صورة الله من يريد أن يكون تقيا نحو الله فليفعل صلاحا مع الإنسان لأن جسد الإنسان يحمل صورة الله لكن ليس الكل يحمل شبهه أو صورته إنما العقل النقي في النفس الصالحة يحمل شبهه يعني إذا كنا نحن بنقول أو إنسان يقول أنا صورة الله يبقى هل أنت تعمل أعمال الله هل أنت صاحب القلب النقي بحسب قلب الله فتشته في قلب داود عبد فقوة جدته حسب قلبي فهنا بنقول إن صورة الله اللي أصلي كان فيه برضو ناس تلعم بفكر بيعتقدوا إن صورة الله الإنسان الشكل الله يعني له رأس ويدين وجزع ورجلين كان ليهم مصطلح كده اللي ربهم اسمهم مشبهين يعني كانوا فاهمين مصطلح صورة الله غلط لكن القديس إقلماندوس الروماني بفهمنا صورة الله معناها يعني حمل التقوى حمل فضائل الله في داخل الإنسان من الحب والسلام والتضحية والغفران يتكلم كمان عن يعني قال لبعض الأقوال بقت هي لترجية عندنا وصلها لترجية دلوقتي إحنا بنرددها فمن ضمن صلوات يقول إيه على الشيروبين والسيرافيم صارخين قائلين قدوس 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 رب السبقوت كل الخليقة مملوءة من مجدك أيها الإله الواحد غير المنظور أبا الحق الذي أرسله إلينا المخلص ومؤسس الدهور ما هدي صلوة دي احنا بنقولها ما بعد صلاة الأب الكاهن أوكريوس صلاة أوكريوس السلام لجميعكم وعكذا مستحق وعادل بنقول الصلاة الشارب بمية قدوس 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 رب السبقوت السماء والأرض مملوءة من مجدك يعني من أواخر القرن الأول احنا بنحمل صلاة بنقولها في الكنيسة كمان كان من ضمن صلواته صلاة احنا بنستخدمها لغاية دلوقتي في كنيستنا لإبطاء الأرثوذكسية لم يكن في الكنيسة الأخرى أثناء الليتروجية فبيقول عن الشاربين والسرافين صارخين قائلين قدوس 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 رب السبقوت كل الخليقة مملوءة من مجدك أيها الإله الواحد غير المنظور أبا الحق الذي أرسل إلينا المخلص ومؤسس الظهور ودي الصلوة دي تشوفوا بقى من أواخر القرن الأول احنا بنرددها دلوقتي في كنيستنا الإبطية ما زال ده أكبر دليل على أن كنيستنا فعلا تقليدية يا أحباي كمان نتكلم عن حكاية تكريس وترتيب الآباء والشعب للخدمة التقصية يقول قد أعطيت لرئيس الكهنة الخدمات المناسبة وللكهنة الوظيفة اللائقة وللاويين الخدمات الصحيحة وللعلماني قواعده الخاصة به رغم أنه أشار إلى ردبتي الأساقفة والشمامسة قبل كده يعني لكن الأصد منه هو بيقول يعني على أن رئيس الكهنة وليكن ردبة البابوية أو الأسكفية لها صلوات مناسبة الأباء الكهنة لهم صلوات مناسبة العلمانيين برضو بيردوا أو بردات الشعب لهم صلوات مناسبة منهم الشمامسة طبعا اتكلم عن الموضوع الشفاعة بيقول يقول اتبعوا القديسين لأنه من يتبعهم يتقدس لأن القديسين دولة اللهم راحوا السماء من يتبعهم يتقدس يعني من يتشفع بيهم يتقدس فلنرتبط بالطاهر والبار لأن هؤلاء هم مختاروا الله بيتكلم كمان عن جسد المسيح السري بيقول أننا أعضاء الجسد الواحد مع الآخر لا أفترض أنكم تجهلون حقيقة أن الكنيسة حية هي جسد المسيح يكمل كمان ويقول لماذا نمزق أعضاء المسيح ونقطعها نصور ضد جسمنا على أساسا كنيسة جسد واحد ما ينفعش ننشق على بعض أو نحارب بعض أو نغرب لبعض أو ما نحبش بعض ويستولي علينا جنون مطبق هذا ننسى أننا أعضاء بعضنا البعض اذكروا كلام ربنا يسوع المسيح الكنيسة لا توجد الآن وحسب بل قد جاءت إلى الوجود منذ البدء لأنها كانت روحية وقد استعلنت في جسد المسيح سينالها المؤمن اللي هي الحياة الأبدية يعني من جديد في الروح القدس يعني بمعنى أني بمعنى الكنيسة هي جسد واحد وكانت معلنة منذ البدء لأن يعني أدى محوى وربنا كانوا واحد متحدين به يعني لكن لما سقطوا انحلوا عنه أو انحلت هذه الشركة أو الاتحاد احنا حياة الشركة دي في المسيح أو الجسد الواحد ده عاد لنا بعد قابلنا لفداء المسيح والإيمان به معلمنا بوليس الرسول يقول لأنه كما أن الجسد هو واحد ولا أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح أيضا جسد واحد وإحنا أعضاء جسد المسيح السري كمان بيتكلم عن أهمية التربية لأولادنا بيقول ليتلقى أطفالنا التربية في المسيح هو السبيل الذي نجد به خلاصنا أعني يسوع المسيح رئيس الكهنة أو رئيس كهنة تقدمتنا يعني رئيس كهنة تقدمتنا كإفخارستية وصلواتنا وكله فبالتالي هنا القديس كلماندوس الأسكندري بيأكد على أهمية التربية للأطفال في المسيح يعني تعاليم المسيح أقوال المسيح فكر المسيح حتى أن الناس الوقتي بيميزونا بأخلاقيتنا المسيحية المميزة إذا إحنا متربيين تربية في المسيح كان بنشكر حسن استماعكم ونتلقى أي أسئلة مطروحة علينا تفضل مريو أمير من كنسة مارجردس ومارينة بوافية لماذا ركز المعلمنا إكلماديوس الروماني على تعليم القيامة من الأموات هو الحقيقة القديس إكلماديوس الروماني ركز فعلا على تعليم القيامة من الأموات لأن أول حاجة دي تعليم مباشرة من ربنا يسعى المسيح عندما تحادث مع الصدقيين بخصوص القيامة من الأموات وحتى هو سيد المسيح لما تكلم مع مرسى في وقت موت لعازر أخوها فقال لها أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيب إذن هناك في خلود وفي قيامة للموت تاني حاجة لأن دي تعليم أبأنا الرسل دي تعليم أبأنا الرسل لأن زي ما قال لنا برضو معلمنا بوليس الرسول لأهل كورنسوس بيقول لكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة من الأموات فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام ويقول وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا وباطل هو إيمانكم ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا نشهد من جهة الله أنه قام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقومون لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وهكذا فقيامة المسيح الله المتجسد وقام بجسد ممجد هو سيكون على مثال قيامتنا أيضا سنقوم في جسد ممجد جسد مخلص بدم المسيح فإذن هناك القيامة من الأموات والسيد المسيح قال كثير أن سيزب الأبرار إلى حياة أبدية أما الأشرار فيزبون إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت إذن ستكون هناك مجازاة ودينونة وقيامة للإنسان سيدنا لو بس في سؤال هل هناك سماعة لتنظيم الكنسة في كتابات الكديس إكليماندوس الروماني؟ هو طبعا القديس إكليماندوس الروماني اتكلم على حكاية إيه؟ حكاية أن هناك فيه آباء أساقفة وآباء كهنة وأيضا تحدث في مواقع كثيرة أخرى عن الشمامسة وأعطى توصيات لكل من هذه الرتب يعني توصيات محبة من عنده لأنه كان يعتبر رئيس أساقفة في الوقت ده في مركزه كان في ساميرانة اللي أزمير في جنوب غرب تركيا الآن أو أسيا الصغرى فاتكلم على حكاية الترتيبات حتى الترتيبات الخاصة بهذه الرتب من حيث أن ده سما من سماة آآ كلامه عن أن هناك تنظيمات تنظيم كنسي يعني فيه تقوس آآ وبعدين بيبتدي بالكبير ثم الأصغر بما يعني أن حتى التقدم للإفخارستية كان بهذا إيه بهذا الترتيب آآ كمان يتكلم لما يتكلم عن سر الإفخارستية أو سر المعمودية ده معناه أن هناك فيه تنظيمات وإنتم عارفين تماماً أن حتى فيه الدداخي اللي هي قوانين أباءنا الرسل اللي هي من ضمن كتابات الأباء الرسوليين كان من ضمنها تنظيمات معينة لقبول المعمدين لقبول المعمدين آآ مش بأي نظام لكن كان فيه ترتيبات معينة لقبول حتى المعمدين كمان نتكلم عن التوبة والاعتراف في ممارسة سر التوبة والاعتراف آآ وقالها بطريقة صريحة أن هناك آآ توبة ومعها اعتراف آآ علني أو سري آآ في هذا الأمر سلام يا سيدنا ابنك فادي عدل كنسة السيدة العزراء الشهيدي حن السنوتي برشيد شورة الخيمة آآ كان عندي سؤال ماذا قصد القديس إقليماندوس الروماني بكلمة كان هو شكراً يا سيد آآ ده سؤال مهم خالص كان بيقصد إيه في تعبيره عن آآ قنوم الإبن أو الكلمة وقال كان هو ده تعبير فوق بعض يعني أو مرتبط ببعض آآ كلمة كان هو آآ أنا هو يعني كلمة هو آآ جات في العهد الجديد سبع مرات زي آآ لما قال المولود أعمى أنا هو وبعدين أنا هو خفز الحياة أنا هو نور العالم آآ أنا هو الألف والياء كلمة هو دي بترجع إلى الكلمة العبرية اللي هي يهوى بمعنى الكائن بمعنى الكائن ودي بتنسب إلى الله فيهوى هو الله زي ما ربنا قال لموسى النبي أنت بتسألني عن اسمي واسمي عجيب فقال له أنا الذي أكون اللي هو بمعنى يهوى يعني بالعبرية فكلمة هو بتنم على آآ الله أنا الله خفز الحياة أنا الله نور العالم وهكذا آآ وهنا القديس كلماندوس الروماني بيستخدم هذا التعبير في التأكيد أو بالكناية عن أقنوم الإبن الذي هو الله في ذات الوقت لما آآ بيقول كان هو فكلمة هو دي مصطلح مش مش هكاية كلمة هو زي ما بنقولها البعضين لا ده مصطلح ترب آآ بيؤكد ذاتية الله هو الكائن هو الذي يكون زي ما آآ جات الآية في آآ سفر الرؤية طبعاً كلمة أنا هو باليونانية آآ إيجو إيمي إيجو إيمي اللي هو بالإنجليزية آيام آيام تدل على حضوره ذاته كينونته آآ آآ حكاية إنه هو إيه الماضي والحاضر والمستقبل أنا هو بتضم الماضي والحاضر والمستقبل فهو هو الكائن ليس غيره آآ طبعاً حكاية أنا هو زي ما جاء في رؤية يوحنة آآ واحد تمانية أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي دي بتنم على كلمة هو أنا هو آآ برضو الآية في آآ ستاشر خمسة في سفر الرؤية سمعتم الملاك يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون والذي حكمت هكذا بكلمة هكذا برضو بتنم على حضور المستمر الدائم في الماضي والحاضر والمستقبل هكذا شكراً جزيلاً بنتك مريم سامير من كنيست العادرة أرض الشركة كنت حابة أسأل يا سيدنا لماذا اعتمد القديس إكليماندوس الروماني كثيراً على آيات الكتاب المقدس؟ هو اعتمد كتير قوي على آيات الكتاب المقدس لأن ده اللي قدامه أولاً هو المصدر الرئيسي في العقيدة الأورسزوكسية أو التعاليم اللهوتية والعقائدية تاني حاجة ما كانش فيه آباء قدامه يشرحه يعني القديس إكليماندوس الروماني هو يعتبر أول الآباء في علم الباترولوجي ليه؟ لأنه هو ابتدى يشرح يشرح آيات وكلمات آباءنا الرسل في العهد الجديد خدتوها لكم فما كانش فيه آباء قبلية يشرح يعني احنا طبعاً بنقول المقولة اللي بيقالها يا قديسة سنسس الرسول فيه أن إيه؟ أن الإيمان استلمناه من ربنا إسوع المسيح وكرز به الرسل وشرحه الأباء طب مين اللي قبلك لمندوس عشان يشرح؟ ما فيش ده في أواخر القرن الأول الميلادي يعني بعد الرسل ده كان تلميز لمعلمنا بوليس الرسول ولكن هو ابتدى يشرح هو ابتدى يشرح بنعمة الروح القدس ابتدى يشرح وما بعد ذلك عشان حق كده آباءنا اللي هم بيقال عنهم البوست نايسين يعني ما بعد نقية ما بعد نقية ابتدوا يعتمدوا على ما شرحه الأباء مسبقاً منهم الأباء رسوليين زي ما قلتلكم يعني بعض التعبيرات كررها البابا أسناسس بعد كده أما الأباء ما قبل نقية أنتنايسين أنتنايسين ما قبل نقية هم دولة منهم الأباء رسوليين والمدافعين الأبو جوليشتس الأبو جوليشتس فازرز فدولات اللي ابتدوا يشرحوا على الأقل عشان يقنعوا مثلاً ماركيون ولا يقنعوا الدستيين بفكرة التجاسد فكان لابد لهم أنهم يشرحوا يستفيدوا في الشرح لكن ما قبل كان الأباء رسول والأباء رسول كانوا يستشهدوا وسلموا لنا رسائلهم بس برجو كانت عاوزة شرح وتوضيح أكتر هذا ما استطاع أن يفعله كلوماندوس الروماني وبالتالي كان قدامه المصدر الغني واللي مليان آيات على الأخص لما بيربطها ببعض ويخرج بالفكرة كفكرة السلوس والتجسد ووراست القطية وسر المعمودية وكيف يكون التوبة والاعتراف دي كان من صميم الكتاب المقدس شكرا جزيلا لقدس أغسطينوس قول جميل بيقول كده أنا أقبل كتاب المقدس مسلما من الكنيسة مشروحا بالأباء معاشا في القدسين والحقيقة دي كان بتلخص فكرة الأباء في العصر الرسولي إن هم زي قديس النهاردة إقليماندوس الروماني إنه قبل الكتاب المقدس اللي وفقت عليه الكنيسة شرحوا وعاشوا والحياة اللي هو عاشها دي مش مجرد تعاليم كان بيقولها لكن كانت حياة بتتنقل من قب لقب ومن جيل لجيل اللي جاية موصلت للكنيسة ودي اللي بنسميها حياة الكنيسة أو الحياة الكنسية واللي يميز الكنيسة القطية إنها بتنقل من حياة لحياة كل جيل بين الحياة اللي كان استلمها من قبله فإن كان المسيح لو المجد نقل الحياة لتلاميذه وتلاميذه نقلوا الحياة للرسل والرسل ابتدوا يكرزوا في كل العالم فاتنقلت حياة المسيح إلى الكنيسة الأولى اللي ابتدت تستمر من قب لقب بالغاية ما وصلت لغاية النهاردة وده كان محور التعليم الرسولي أو شخصية النهاردة القديس كلماندوس الروماني بتأثيراته وبفكره اللهوتي اللي شكل يعتبر الوعي الأولي أو البزورة الأولى للوعي في الإيمان الكنسي المسيحي حياة سيدنا النهاردة نيافتك أمتعتنا حقيقي بمحاضرة دسمة جدا وغنية وشرحات قوية كتير قوي وكانت محتاجة طبعا تاخد أكتر من كده يعني قد ترخيرك على تعبك معنا بنشكر الشباب بشرق السكر حديد على تعبهم وعلى مجيهم وعلى الأسئلة الجميلة اللي هم عصروها النهاردة أحباء المشاهدين بنعمة ربنا الاتنين الجاي حلقة جديدة من حلقات برنامج الوعي الإيماني وهيكون برضو معنا نيافة الحب الجليل أمبا مرتيروس هيكمل معنا الحلقة الثالثة من سلسلة الفكر اللهوتي والعقيدة عند الأباء الرسوليين ومحاضرة بعنوان الفكر اللهوتي والعقيدة عند القديس أغناتيوس وعند الشهيد بولي كاربوس نشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة